بعد الحالة الكاريتية التي شهدتها بلدية بنين صافة في الجانب البيئي نجد بعض الجمعيات تسعى من أجل ترقية الحس البيئي ومنها جمعية اليد الخضراء التي جعلت من النظافة هدفها حتى بالتنسيق مع جمعيات من خارج الوطن نطلب ما تعرفوا إحنا 40 مليون في الجزائر كون كل تاني كل واحد يشرب قراءات على سعيدة سوف يكون 40 مليون بوتين ليموناد أو دولارها في الانات نحن اليوم نتوجه هذه الرسالة للمواطن نقولوا له يا المواطن هذه بيئتك وهذه ستناطير ومنقدرون أن نعيشوا بدون طبيعة نقية لك لك ولولادك ولادك ولادك السيدة فرانسوازة مواطنة فرنسية مسلمة جعلت من تحول النفايات عملها اليومي أحمق مع المواد دولاريين لإشتريكة الذين يتوقفوا لتحول الانات معي من تحول التجاريق على المواد دولاريين تصرفات بسيطة لكنها كبيرة في نظر كل من يحب مدينة بنصاف جوهرة الغرب الجزائري رسالة لو وصلت إلى جليل يوم لضمن غدا أحسن وبئة نظيفة بتقافات عالية